اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو الاول على دفعته للسنة الثانية فكم هو مجتهد ولا يعرف التكاسل كم اشتقت لبلهدنا وهوائح وانا ايضا يا امي كم اشتقت الى الطعام المصري المطبخ المصري مختلف دائما وقد اعدت لكم امي كل الاصناف التي تشتهونه كم كنت اتمنى ان نجتمعها كذا في الخارج فنحن نادرا ما نلتقي على صفرة الطعام بالفعل تعلم ان الحياة هنا تختلف عن طبيعة الحياة في الغرب كل شيء مختلف ليس هذا بعذر فمن الضروريات التي لا يجب التخلي عنها اجتماع الاسرة كل يوم على الطعام فضلا عن قضائهم الوقت الاطول معا فهذا الامر ضروري لزيادة ترابط الاسرة يا جذي الحياة تتغير وزماننا ليس كزمانكم نعم ولكن تغير اسلوب الحياة لا يعني ان نتخلى عن عاداتنا وقيمنا التي تربينا عليها فمن الضروري ان تبقى الاسرة دائما هي الاولى بوقتنا واهتمامنا ومن بعدها يأتي اي شيء اخر وهذا ما احرص عليه دائما يا كمال وكيف حال العمل يا كمال هل كل شيء على ما يرام في الحقيقة ليس كل شيء على ما يرام وهذا ما لم استطع ان ابلغكم به في احاديثنا السابقة خيرا يا ولدي ما الذي حدث فيبدو من صوتك بان هناك هم تحمله في قلبك في الواقع يا ابي لقد تركت العمل منذ اسابيع قليلة تركت العمل لما؟ حدث خلاف بيني وبين مدير الشركة فقمت بتقديم استقالتي وما هو سبب تلك المشاحنة؟ عندما طالبت بزيادة الراتب رفض المدير طلبي وانتهى الخلاف بتركي للعمل وتقديم استقالتي وانا الان في انتظار الحصول على عمل جديد وماذا ستفعل الان يا كمال؟ ماذا قررت؟ في الواقع لم اقرر بعد يا اخي ولكن الامر يشغلني ليلة نهار حدئ من روعك فكل عسير يمر وكل بلاء يأتي من ورائه خير فإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة بشرط الاحتساب لله عز وجل ولتجعل دائما سير السابقين أمام عينيك لتدرك بأن ما نقاسيه نحن لهو بالأمر الهين فاصبر واحتسب كما فعل عروة بن الزبير وما هي قصة عروة بن الزبير يا أبي؟ هذا ما ستراه الآن كيف هو حال ساقه أيها الطبيب؟ لا أكذبك القول يا سيدي فساقه ساءت حالتها كثيرا ولا سبيل سوى بترها بترها؟ ألي هذه الدرجة؟ نعم يا سيدي هذه إرادة الله عز وجل لو علم أمير المؤمنين لحزن حزنا شديدا هذا قضاء الله ولا مبدل لقضائه يا سيدي وما الذي تراه الآن أيها الطبيب؟ يجب أن نسرع في قطع ساقه وإلا كان الموت مصيره لله الأمر من قبل ومن بعد وليكن ما أراده الله افعل ما يجب عليك فعله أيها الطبيب عظم الله أجرك يا شيخنا شفاك الله وعفاك الحمد لله على كل عطاياه وهو الشاف المعافي لطيف بعباده هناك أمر لا بد من إخبارك به تحدث أيها الطبيب ولا تخف فستجدني في كل الأحوال متقبلاً لأمر الله راضياً بحكمه أخشى أن أبلغك أنه قد وجب بطر ساقك حفاظاً على سلامتك فلا سبيل لشفائها ولو انتظرنا أكثر من ذلك سيتلوث دمك حفظك الله إن كان هذا هو حكم الله فليمضي حكم الله وإني إن شاء الله من الصابرين ولكنك يا سيدي لن تحتمل الألم لذا وجب علي تغدير عقلك حتى لا تشعر بالألم والله ما أردت ذلك فأنا لم يذهل عقل أبداً وأأبى أن أفعل ما يغضب الله امضي فيما عزمت ولا تنشغل بألمي بترت قدم عروة فما حزن ولا غضب على ما فقد ولما أحضروها إليه في قطعة قماش نظر لها وقال محتسباً والله إن الله يعلم بأنني ما مشيت بك إلى معصية قط وأسأل الله أن تكوني أول ما يسبق جسدي إلى الجنة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا سعد؟ تفضل تفضل يا أخي كيف حالك يا عروة؟ بخير والحمد لله والله إن لساني لا يطاوعني ولكنه قدر الله وما لنا إلا أن نرضى به ما بك يا سعد تكلم فوالله إن وجهك يقول بأن أمراً عظيماً قد حدث استرجع يا عروة إنا لله وإنا إليه رجعون من فقدنا؟ إنه محمد ابنك فلقد رفسته بغلة فلم ينجو رحمه الله برحمته الواسعة وجعله من أهل الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله قد لقينا من سفرنا هذا نصبا اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحداً وأبقيت لي ستة وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفاً وأبقيت ثلاثة فلك الحمد وأيم الله لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لطال ما عافيت ابتلى الله عروة ببلاء عظيم كما ابتلى غيره من السابقين فما كان منه إلا الرضا والحمد فالحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه سلباً اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أرد الله أن يبين لعباده أن لكل بلاء أجرا وعلى قدر عظم البلاء يزداد الأجر شرط أن يرضى العبد بقضاء الله ويحتسب في الحقيقة يا أبي لم أكن أرى الأمر بهذه الصورة فكما تعرف الحياة في الغرب حياة يغلبها المادة أما الأمور الروحانية فقليلاً ما نهتدي إليها وسط هذا الصخب المادي هل اعتدل ميزاجك الآن؟ نعم لقد اعتدل كثيراً فذكر عبر الأولين دائماً ما يكون فيها العظة ولقد عدت بهذه الجلسة إلى أيام الطفولة حينما كنا نجلس أمام أبي فيقص لنا قصصه المشوقة والتي بها الكثير من العبر لو لم تكن مسافراً لجلست معنا كل يوم مثل هذه الجلسة التي نجدد بها إيماننا يوماً بعد يوم إذن قد أغير رأي وأفكر في العودة قريباً تجرأ، تجرأ وخذ القرار أنت المستفيد صدقني صدقني يا صالح، في كثير من الأحيان أفكر في هذا الأمر فبلادنا هي أجمل بلاد الدنيا دون مبالغة إذن تجرأ يا بني وخذ القرار فكم أتمنى أن تتربى حفيدتي أمام عيني كما هو حال أبناء عمها بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إن فضل شكر النعمة من العبد لله وحمده له لأمر ثقيل في الميزان يتقبله الله من عبده الشاكر ثم يضاعف أجره ويملأ قلبه بالرضا فما كان لعبد أن يشكر الله عز وجل إلا وأبدل الله سيئاته حسنات وحفظه من كل سوء إن الأجواء هنا مختلفة حقا يا أبي الشمس ساطعة طوال اليوم أوليس هناك حدائق يا عمي؟ بالطبع هناك حدائق يا نادر بل وحدائق كثيرة إلا أن من اعتاد مثلي على أجواء الريف لا يستمتع كثيرا إلا بما اعتاد عليه في طفولته فالريف عندنا مختلف كثيرا عن الريف هناك عن أي شيء ستحكي لنا اليوم يا جدي وهل يحكي لكم جدي قصة كل يوم؟ نعم ففي كل يوم لنا قصة جديدة وعبرة هكذا اعتاد أن يفعل أبي معنا منذ أن كنا صغارا وما هي قصة اليوم؟ قصة اليوم عن ثلاثة رجال من بني إسرائيل ابتلاهم الله بأمر ليختبر صدق قلوبهم أراد الله أن يضرب للناس أمثاله فجعل في قصص الأولين العظة والعبرة ففي بني إسرائيل أرسل الله ملكا لثلاثة من المصابين في أبدانهم كان أحدهم أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى فنزل الملك من السماء على هيئة رجل من بني إسرائيل ثم راح يسألهم عما يرجونه من الله عز وجل فأخذ كل واحد منهم يطلب ما اشتهته نفسه من فضل السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة كيف حالك يا عبد الله؟ خير والحمد لله من أنت؟ وماذا تريد؟ أنا رسول من ربك رسول من ربي؟ لقد أرسلني الله إليك لكي يكشف عنك الضر فماذا تطلب من الله؟ وأي شيء أحب إليك؟ لقد عيرني الناس وابتعدوا عني فلم يعد أحد منهم يقربني والله ما أردت إلا لون حسن وجلد حسن وأن يذهب الله عني ذلك الذي قد بغض الناس فيه الحمد لله الحمد لله على هذا العطاء العظيم لقد تغير لون جلدي لقد شفان الله هذا أولاً فأي المال أحب إليك؟ أحب المال إلي هو البقر فأسأل الله أن يرزقني منه الخير الكثير لك إن شاء الله ما رجوت هذه بقرة عشراء بارك الله لك فيها وأنزل بركته عليها الحمد لله على هذا العطاء الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة كيف حالك يا عبد الله؟ بخير والحمد لله ولكن من أنت؟ وماذا تريد؟ أنا رسول من ربك رسول من ربي؟ لقد أرسلني الله إليك لكي يكشف عنك الضر فماذا تطلب من الله؟ وأي شيء أحب إليك؟ والله لقد كرهت نظرات الناس ليه واستهزاءهم بخلقتي ووالله ما أردت إلا شعرا حسنا وأن يذهب الله عني هذا الذي بغض الناس فيه سبحان الله سبحان الله لقد برئت من مرضي ولقد أدلني الله بمظهر جميل اللهم لك الحمد والشكر على فضلك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا هذا أولا فأي المال أحب إليك؟ أحب المال إلي هو البقر فالخير كل الخير فيها فأسأل الله أن يهابني منها الرزق الوفير لك إن شاء الله ما رجوت هذه بقرة عشراء بارك الله لك فيها الحمد لله على عطاياه الحمد لله على عطاياه السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة كيف حالك يا عبد الله؟ بخير والحمد لله ولكن من أنت؟ وماذا تريد؟ ومن دلك على طريقي؟ أنا رسول من ربك سبحان الله سبحان الله لقد أراد الرحمن بك الرحمة فماذا تطلب من الله؟ وأي شيء أحب إليك؟ والله ما رجوت منه إلا العفو والعافية وإن أراد الله أن يعيد لي بصري فإنه فضل منه عسى أن يعينني بصري على طاعته لك ما طلبت يا عبد الله لك ما طلبت يا عبد الله آه الحمد لله لقد رض الله لبصري هذا كان أولاً أما ثانياً فأي المال أحب إليك يا عبد الله والله والله إن أحب المال إلي هو الغنم لك ما شئت هذه شات عشراء بارك الله لك فيها اللهم لك الحمد والشكر على نعمك اللهم منك الفضل كل الفضل يا رب العالمين اللهم أعني على شكر نعمتك اللهم أعني على شكر نعمتك وبعد أن تركهم الملك أصبح لكل واحد منهم مال كثير وخير وفير فمنهم من راعى حق الله فيه ومنهم من جحد وتكبر فراح الناس من بني إسرائيل ينظرون إلى تلك النعم التي أنزلها الله عليهم ويرجون مثل هذا الخير دون أن يدركوا أو يتدبروا أهذا عطاء من الله أم ابتلاء منه وظلوا كذلك حتى أتت ساعة الاختبار للأقرع والأبرص والأعمى السلام عليكم وعليكم رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري ولك الأجر والثواب عند الله بعيرا أجن انت رجل هيا هيا فلتذهب من حيث جئت فأنا مشاغلي كثيرة وليس عندي ما أعطيه لك كأني أعرفك ألم تكن أبرصا يتأفف منك الناس فقيرا فأعطاك الله كذبت أيها الصلوك إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر إنه مال آبائي وأجدادي إن كنت كاذبا في دعواك فأدعو الله أن يصيرك إلى ما كنت عليه اذهب يا رجل اذهب السلام عليكم وعليكم رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك الشكل الحسن وزاد مالك بعيرا أتبلغ به في سفري ولك الأجر والثواب عند الله بعيرا أتراني أوزع أموالي على الناس فلتذهب من حيث جئت فأنا مشاغلي كثيرة وليس عندي ما أعطيه لك اذهب اذهب يا رجل كأني أعرفك ألم تكن أقرعا يتأفف منك الناس فقيرا فأعطاك الله أهكذا يكون شكران النعمة كذبت إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر إنه مال آبائي وأجدادي إن كنت كاذبا في دعواك فأدعو الله أن يصيرك إلى ما كنت عليه أخرج أيها الرجل من بيتي أخرج وإياك أن تأتي إلى عتبتي ثانية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي استرح من أنت؟ رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد إليك بصرك وزاد مالك أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري ولك الأجر والثواب عند الله قد كنت أعمى فرد الله لي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فالمال كله مال الله والفضل كله فضل الله بارك الله لك أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك لا حول ولا قوة إلا بالله لقد ضاع مالي وعدت إلى ما كنت عليه يا أهل مصيبتي يا أهل مصيبتي اللهم لك الحمد والشكر على فضلك العظيم اللهم أدم علي نعمتك واحفظها من الزوال إنك أنت المتفضل على عبادك وأنت اللطيف الخبير وهكذا كانت نهاية قصة الثلاثة رجال من بني إسرائيل وقد بيّنت أن بني آدم يتفاوتون في شكر نعمة الله ونفع العباد فإن الأبرس والأقرع وقد أعطاهم الله المال الكثير ولكنهما جحدا نعمة الله وقالا إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر وهم يعلمون بأنهم يكذبون على الله وعلى نفسيهما فلقد كانا فقراء أعطاهم الله المال لكنهما رفضا أن يؤدي زكاتهم حمدا على نعمة الله عليهما وقالا هذا من آبائنا وأجدادنا أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل ولذلك وفقه الله وهداه لما فيه الخير بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لأبنائنا حق علينا حق المعرفة والتبليغ وحق النصح والإرشاد لهم منا النصيحة للإجبار والموعظة الحسنة للإكراه هذا حقهم علينا وهذا ما أمرنا به حقاً هذا القول؟ ألا يعجبك الفن المصري القديم؟ ليس دائماً فالعصر يتغير هذا هو قولها دائماً وكأن جيلنا أتى من عالم آخر وكأننا لم نكن شاباباً في يوم من الأيام في الحقيقة رأي مي أقرب إلى الصواب فكل جيل له ما يناسبه هذا ما ترفض أمي أن تقتنع به لا سبيل لتغيير قناعتك لقد أصبح هذا هو الطبع الغالب عندكم أنتم جيل لا يقبل النصيحة الأجيال الجديدة لها حق علينا فحقهم علينا أن ننقل لهم أفكارنا وخبرتنا في الحياة ولهم أن يقبلوا أو يرفضوا فقد ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال لا تكرهوا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمن غير زمنكم وإن لم ينصتوا جيداً يا أبي حتى وإن لم ينصتوا جيداً لما نقوله فما علينا إلا أن ننصح بما نراه صواباً هذا هو حق أبنائنا علينا هذا هو الكلام يا جدي إذن فلتحكي لنا اليوم كصة تدور حول هذا المعنى إذن سيكون حديثنا اليوم عن أحد الصالحين وهو يعظ ولده ويعطيه خلاصة خبرته في الحياة كما قص لنا الله عز وجل قصته في كتابه العزيز ومن هو هذا الرجل يا جدي؟ إنه لقمان الحكيم ولما كانت الحكمة هي غاية المؤمن لما عرف من فضلها وذلك تصديقاً لقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً صدق الله العظيم لما كان الأمر كذلك كان حديثنا اليوم عن أحد ممن آتاه الله عز وجل الحكمة وفتح عليه وأعطاه من واسع فضله الجو شديد الحرارة اليوم فلنجلس لنرتاح قليلاً الحمد لله الذي أظلنا بهذه الأشجار والتي لو لاها ما استطعنا أن نكمل عملنا في هذه الأجواء إنه فضل الله فاللهم أدم نعمتك علينا آمين ولكن أخبرني كيف حال ابن عمك اليوم؟ أتقصد لقمان؟ نعم الجميع في القرية يتحدثون عن لقمان وحكمته سأخبرك بما سمعته من سيده بالأمس فلقد جلست مع سيده الذي استأجره ليرعى له غنمه فرح يقص علي هذا الأمر ويا له من أمر غريب يدل على حكمة لقمان وفقهه لقد شوقتني تحدث فأنا أسمعك لقد جاء سيده له بشات وقال له يا لقمان اذبح هذه الشات وأتني بأطيب مضغطين فيها فذبحها لقمان ثم جاء بكل من اللسان وكذلك القلب فراح سيده يتأمل في فعل لقمان ثم صمت اللسان والقلب هذا فعل لقمان حقا ثم ماذا ثم في اليوم التالي جاء سيده وقال له يا لقمان اذبح هذه الشات وأتني بأغبث مضغطين فيها فأعطاه لقمان كل من اللسان والقلب أيضا يا لا حكمة لقمان هذا أمر عجيب فحينما أتاه بالقلب واللسان في المرة الثانية سأله متعجبا من ذلك الصنيع وماذا قال له لقمان قال له ليس شيئا أطيب منهما إذا طابا ولا شيء أخبث منهما إذا خبثا والله لقد صدق لقمان في قوله وإنه حقا لذو حكمة وقول سليم ولنسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وقلوبنا من الخبث والخبائث إياك وأن تقرب هذه العين مرة أخرى فالماء ماءنا ولا نصيب لك فيه الماء ماء الله وخير الأرض كله لله بل هو ماءنا وخير الأرض خيرنا نحن من نملكها وأنتم خدم عندنا إنك تكفر بنعمة الله عليك وعلى آبائك فدعك من هذا القول إنه من الشيطان واستغفر لذنبك دعك من شيطاني وذنبي وابتعد عن الماء وإلا أصابك مني ما يسوءك راح لقمان الحكيم يلقن ولده ويعلمه الكثير من الحكم التي وهبه الله إياها لله في خلقه شؤون فبمال يبتل العبد فيكفر وبمال يبتل العبد فيشكر هكذا يختبر الله عباده أكثر من قول رب اغفر لي فلله في كل يوم ساعة إجابة لا يرد فيها الداعي وأعظم الدعاء هو الاستغفار أكثر من مجالسة العلماء ومزاحمتهم وذلك لأن الله يحيي القلوب الميتة من خلال نور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء واغلب الشيطان باليقين خاصة إذا جاءك من باب الشك والريبة فإن الدنيا مفارقة ومطروكة تجنب تأخير التوبة لأن الموت يأتي بغتة وتجنب الدين لأنه هم بالليل ومذلة بالنهار تجنب الكذب والأكل على شبع فخير للإنسان أن يقذف هذا الطعام للكلب على أن يأكله وجاهد نفسك ما استطعت فإن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر واتخذ تقوى الله سبحانه وتعالى تجارة فبالتجارة مع الله يحصل الإنسان على الربح دائماً بهذا تكون قد ملكت زمام نفسك وإن كبح جماعها لأمر عظيم إلا على المؤمنين فهل وعيت يا بني ذلك النصح؟ راح لقمان الحكيم يلقن ولده ويعلمه الكثير من الحكم التي وهبه الله إياها فإن الله لا يؤتي الحكمة إلا لخاصة عباده فهو سبحانه وتعالى يعلم علمه اللدني من هو أهل للحكمة ولهذا أصبح لقمان يكنى بين الناس بلقمان الحكيم فالله وحده يصطفي عباده بفضله وعلمه وذلك تصديقاً لقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم فما كان الاصطفاء إلا لمن هم أهل للاصطفاء هكذا كان حال لقمان مع ابنه وهكذا أراد الله أن يقص علينا قصته في كتابه العزيز ليكون لنا عظة وعبرة نتعلم من خلالها كيف نعلم أبناءنا ففي كتاب الله جمعت فضائل الصفات وعظائم الكلمات فكان كتاب الله هو المصباح الذي يضيء لنا ظلمات دنيانا صدقت فنحن في الغرب نعيش حياة مادية جافة تفتقد لكثير من هذه اللمسات الروحانية المليئة بالطاقة الإيجابية وما هي المعرفة الروحانية يا جدي؟ إنه ذاك العالم المعنوي الذي لا يرى وليس ذلك العالم الملموس أو المحسوس وهذا العالم المعنوي هو الذي به نستدل على عظائم الأمور ونستبصر بها مراد الله في خلقه جل شأنه فكلما زادت لديك المعرفة الروحانية زادت حكمتك ومعرفتك بآيات الله في خلقه وأصبحت قادرا على التدبر والتفكير بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين خلق الله الموت والحياة وذكرنا بهما في كتابه العزيز لكي نتدبر ونعي حكمة الله في خلقه ثم ضرب لنا الأمثال لأقوام أحياهم الله بعد موتهم وذلك حتى نوقن بأن الأمر كله بيد الله وأنه لا مفر من قدر الله إلا إلى قدر الله أهلا يا بنيتي كيف حالكم اليوم؟ بخير يا جدي الجو اليوم جميل جدا هو كذلك بالفعل ولكن هناك شيء تريدان أن تسأل عنه أفصح عما تريدانه في الواقع يا جدي كنت أنا ومي نتحدث في أمر وأردنا أن نسمع منك ونستفيد في هذا الأمر عن أي أمر تحدثتما؟ عن الموت والحياة يا جدي ولما خلق الله الموت؟ الموت والحياة إنه أمر جلل حقا إنه سر كبير من أسرار الخالق عز وجل لذا أردنا أن نسمع منك فهل لحدثتنا عن هذا الأمر يا جدي؟ ولكن قبل أن أحدثكم عن الموت والحياة وحكمة الله فيهما سأحكي لكم أولا قصة ذكرها الله في كتابه العزيز أي قصة تلك يا جدي؟ إنها قصة أحد أنبياء الله عز وجل والذي بعث في بني إسرائيل وما اسم هذا النبي؟ نبي الله حزقيل أحد أنبياء بني إسرائيل كان نبي الله حزقيل عليه السلام من أوائل الأنبياء قربا بزمان نبي الله موسى عليه السلام كان يعظهم بالليل وبالنهار ويذكرهم بما كتبه الله عليهم في التوراة فيطيعه قليل منهم وينشغل عنه الكثير هكذا كان حال البشر في كل زمان ومكان وذلك تصديقا لقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين أسمعت بما يدور في القرية؟ عن أي أمر تتحدث يا رجل؟ فأنا لم أسمع شيئاً عن أمر النبي حزقيل وما الجديد الذي قاله حزقيل؟ فأنا قليلاً ما أنصت إليه يقول لنا الأعاجيب كما هي عادته يأمرنا بأن نخرج لنقاتل هؤلاء القوم الذين أخذوا منا أرضنا وقرانا من جديد فانظر إلى هذا القول العجيب نحن نخرج للحرب ثانية ما لنا نحن والحرب؟ ألا يعلم حزقيل بأننا لا قبل لنا بهؤلاء القوم؟ يعلم جيداً ولكنه لا يتوقف عن دعوتنا قائلاً إنها دعوة الرب وأمره لكي نخلص أنفسنا من الهوان ويعزنا الله بنصره على القوم الظالمين لا بل هوان ونحن أحياء أفضل لنا من عزة يتبعها موت كفان ما فقدنا من أنفس وأرض وأموال فليقل حزقيل قولاً خفيفاً ولا يثقل علينا صدقت يا رجل فهذا هو رأي كل أهل القرى من بني إسرائيل نحن لا نخرج أبداً للقتال وليستغفر حزقيل لنا ربه هذا إن كان نبي الله حقاً كما يدعي ولكن ماذا إن أتى هؤلاء القوم مرة أخرى ليغيروا علينا ويسلبونا هذه الأرض الجدباء التي رضينا بها رغم أنوفنا حينها نهرب لأرض أخرى فأرض الله واسعة كل شيء إلا القتال لا قبل لنا به ولا سبيل له مهما ساءت الأحوال رأيك صواب وأعتقد بأن هذا هو الرأي السائد بيننا فلنمضي فيما عزمنا عليه وليفعل حزقيل ما يريده ولما علم أهل القرى بأن هناك من الرجال من هو آت لأخذ أرضهم قرروا أن لا ينتظروا فيها فحملوا متاعهم وراحوا يسيرون في الأرض دون أن يعلموا وجهة لهم فلقد قبلوا الذل حفاظاً على حياتهم فارين من الموت في ظنهم باحثين عن حياة أية حياة فقط دون الموت لم يعلموا بأن الحياة والموت بيد الله ولا سبيل للفرار مما قدره الله عليهم فبعد طول ترحال ينزل القوم بأرض الوباء فينتشر بينهم كانتشار النار في الهشيم دون أن يترك أحداً منهم فيدركوا بأن أجلهم قد اقترب وأن الموت سيهلكهم لا محالة وأن عذاب الله بات قريباً يَا لِمُصِيبَتِنَا لَقَدْ حَلَلْنَا بِأَرْضِ الْوَبَاءِ لَقَدْ تَمَكَّنَ مِنَّا الْوَبَاءُ وَلَا شِفَاءَ مِنْهُ لَقَدْ حَصَدَ الْمَوْتُ الْعَشَرَاتِ مِنَّا وَسَيُفْنِينَا الْوَبَاءُ عَمَّا قَرِيبْ عَنْ بَكْرَةِ أَبِيْنَا لَنْ يَبْقَ مِنَّا أَحَدٍ لَنْ يَبْقَ مِنَّا أَحَدٍ لَنْ يَنْجُوَ كَبِيرٌ أَوْ صَغِيرٌ إنها النهاية إنها النهاية سمحني يا صغيري فنحن من كتبنا عليك الموت لم يسعك الوقت لكي تكبر وتنعم بحياة هنيئة بين أمك وأبيك سمحني سمحني يا ولدي سمحني من فينا كان يظن بأن هذه الأرض موبوءة؟ هل كنا نعلم الغيب؟ إنها إرادة الله؟ لا تتحدث عن إرادة الله يا رجل فنحن من أبينا قضاءه وأسررنا على ما عزمنا عليه أردنا أن نفر من الموت ففررنا إلى الموت يا لمصيبة قومنا يا لمصيبة قومنا يا لها من نهاية مخزية لقوم بني إسرائيل يبدو أن لعنة الله قد حلت بنا لقد عصينا أوامره ولم نطع فينا نبيه لقد حذرنا حزقيل من غضب الله فلم يستجب إليه أحد ولقد تركنا قوله خلف ظهورنا فصرنا على ما نحن عليه أحملوا هذا لقد مات شخص آخر لقد مات شخص آخر لقد مات شخص آخر اشتركوا في القناة فأمر نبيه حزقيل عليه السلام أن يذهب إلى تلك الأرض من جديد بعد أن تحللت الأجسام وذابت العظام في الأرض ولم يبقى منها شيئا فأمر الله نبيه حزقيل عليه السلام أن يدعو تلك العظام النخرة أن تكتسى لحما وأن تتصل الأعصاب وتجري في العروق الدماء فدعا فيهم بما أمره الله عز وجل فقام القوم من مرقدهم وكبروا تكبيرة رجل واحد وهم لا يكادون يصدقون هكذا أراد الله أن يضرب للناس مثلا بأن الحياة والموت بيده وحده وأن لا مفر من الموت وإن كنا في بروج مشيدة لقد تعجبت من قول أحدهم أردنا أن نفر من الموت ففررنا إليه كول عجيب أليس كذلك يا جدي؟ ولكنه كان حالهم فرغم أن هذا ما ذكروا به من لد أنبيائهم إلا أنهم كانوا كثيرا ما ينسون ما ذكروا به وهذا هو حال الإنسان دائما يريد من يذكره أولا بأول حتى لا يقع في نفس أخطاء الماضي وماذا فعل هؤلاء القوم بعد أن أعاد الله لهم الحياة من جديد؟ العلم عند الله فلم يذكر لنا الله في كتابه العزيز سوى هذا القدر من حال هؤلاء القوم لكن أغلب الظن بأنهم أكملوا ما تبقى لهم من أعمارهم طائعين عابدين فمن ذا الذي يبعثه الله بعد موته ثم يكذب بآياته من جديد بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يذرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حديثنا اليوم عن إيلاف النعم فكثير من عباد الله الذين أنعم الله عليهم بفضله يعتادون على هذا الأمر وكأنه حق مقتسب لا يستوجه الشكر بل إن البعض الآخر قد يمل نعمة الله عليه فيبحث عن المشقة بيده وهذا ما سنراه في قصة اليوم هكذا دعونا بأمان الله الحمد لله الذي هون علينا الطريق وحفظنا بحفظه فاللهم لك الحمد على فضلك وكرمك إذن دعوني أستأنف الحديث مع جدي لك هذا فأنا أرى الحماسة في عينيك وهذا أمر حسن أخبرني يا جدي ما هو إيلاف النعمة التي كنت تحدثنا عنها منذ قليل إيلاف النعمة هي أن يعتاد العبد على وجود نعم الله عليه فيألف هذا الحال ويركن للراحة والخمول والتكاسل ثم يدبعه بعدم التدبر ونسيان الشكر وكثرة التفكير في الشهوات والملذات وهكذا هي طبيعة النفس البشرية لم أكن أعرف ذلك من قبل هذا هو إيلاف النعمة فحينما قال الله عز وجل في كتابه العزيز لم يكن هذا إلا رحمة من الله بعباده فالإنسان الذي يسعى في سبل الخير ويكتهد في السعي ويكابل المشقة دائما ما تحفه الرحمة والمغفرة والتوفيق من الله عز وجل وأما أولئك المطرفون فيحدثنا الله عز وجل عنهم في كتابه الحكيم موعظة لنا ورحمة حتى لا نركن نحن أيضا لهذا الطرف الذي يفسد طبيعة النفس البشرية تراثنا التاريخي والديني مليء بالعبر والمواعد الكثير من القصص القرآني تناول هذا الشأن ولكننا اليوم سنخص قصة بعينها وما هي تلك القصة يا جدي؟ إنها قصة قوم سبأ فهي بنا لنبدأ تلك القصة عاش قوم سبأ لسنوات طويلة في رغد من العيش فالأرض طيبة والمياه وفيرة والزرع مختلف ألوانه أحل الله عليهم نعمته فكان المسافر منهم يسير بين القرى لا يخشى شيئا فقد أحل الله عليهم نعمة الأمن والطمأنينة تتجاور القرى فلا يوجد بين أهلها فقير أو محتاج هكذا أراد الله أن ينزل نعمته على قوم من عباده فتكون لهم فتنة أيشكرون أم يكفرون فالدنيا هي دار فتنة وليست بدار مقام والعبد فيها ما خلق إلا للاختبار ذلك تصديقا لقول الله عز وجل ما أجمل حديقتك يا يافع خيرها وفير وثمرها كثير وحديقتك أنت أيضا يا قحطان بل ربما هي أجمل وثمارها أكثر إن أرضنا طيبة ومباركة والخير فيها لا ينقطع صدقت يا يافع صدقت ولكن أخبرني هل ستسافر هذا العام إلى الشام مع القافلة المسافرة؟ نعم وإن كان السفر لم يعد يستهويني كما كان في السابق فكل شيء كما هو لا جديد فأجبني بالله عليك يا قحطان هل هناك شيء يستهويك في هذه الحياة؟ لقد مللنا كل شيء فأهل القرى جميعا حالهم كحالنا لقد غلب السأم على أحوالنا فأي شيء هذا الذي ينقصنا يا يافع؟ آه لم أعد أعلم يا صديقي كم وددت أن تتقلب الأحوال وتتبدل كما كان يحدث مع أجدادنا أتقصد قبل بناء سد مأرب؟ نعم يا صديقي فحينها كانت الحياة ما بين شح وعطاء خير وشر خوف وأمان هكذا سمعنا من أجدادنا عن تلك الأيام الخالية وهل تظن بأن حياتنا ستتغير حينها ويذهب السأم عننا؟ ليس ظنا يا صديقي بل هو يقين فضع الله أن يبدل أحوالنا في كل الأحوال لا فائدة من التمني ولا سبيل لنا إلا قبول هذا الحال هذا الذي يحزنني لا تبديل لتلك الأحوال لا تبديل ما أعظم هذا السد؟ هل رأيت بناء عظيما كهذا من قبل؟ لم يكن لأحد في السابقين صرح كهذا فقد بني هذا السد العظيم لكي يبقى لآلاف السنين صدقت إنه فخرون الذين تباهى به بين الأمم فمنذ أن بناه أجدادنا والخير قد عم أرض سبأ حتى زرعت القرى على مد البصر هل تظن بأن يأتي اليوم الذي يزول فيه هذا السد؟ لن يأتي هذا اليوم حتى تهبط السماء على الأرض فانظر إليه بنفسك إلى هيبته وشموخه وعلوه هل لهذا الصرح العظيم أن ينهد؟ لا والله فلو أراد الرب نفسه أن يهدمه ما استطاع لن الحق أن نفخر بما بناه أجدادنا ونتغنى به متى شئنا صدقت يا رجل صدقت يا عامر أدركني يا عامر أدركني ما بك يا هانئة ولما كل هذا الفزع مصيبة مصيبة كبرى وحلت بني يا رجل مصيبة وحلت بقوم سبق عن أي مصيبة تتحدثين يا امرأة تكلمي فلقد جعلتي قلبي ينخلع من مكانه كنت أسير بجوار حديقتنا منذ قليل وحينما اقتربت من السد رأيت به تصدها عظيما والمياه تتدفق منه بغزارة كيف حدث هذا؟ كيف لسد مأرب العظيم أن يتصدع؟ لقد رأيت الفئران تخرج من كل جانب منه وكأنها الجراد تفعل الفئران هذا الصدع العظيم؟ هذا ما حدث لم أشاهد شيئا كهذا من قبل لقد ملأني الرعب والفزع يا عامر ولا أعرف كيف ستكون العاقبة يا لها من مصيبة كبرى هلكت سبأ هلكت سبأ دعك من النواحي وأخبرني ما الحل الآن يا عامر؟ لا أعرف يا هانئة لا أعرف فعقلي كأنه توقف من الصدمة ولكن ولكن من المؤكد بأن أهل القرى قد علموا ولابد من أنهم سيجدون مخرجا وما الذي سيفعله أهل القرى في هذا البلاء العظيم؟ إذن فلتحمل أغراضنا لنخرج سريعا من أرض سبأ عسى أن لا ينال منا السيل كما سينال من كل شيء وننجو بأنفسنا فهذا هو رجاؤنا الوحيد يا هانئة وبيتنا وأرضنا يا رجل إلى من نتركهم؟ وهل سيبقي السيل على شيء منهم يمره؟ فحينما ينهار السد لن يبقي لنا سوى الخراب والقحط والدمار يا لمصيبة قوم سبأ يا لمصيبتنا يا لمصيبتنا وبعد أن انهار سد مأرب تفرق قوم سبأ في البلاد مشردين ذلك بعد أن كفروا بأنهم الله ولم يشكروا نعمته وفضله بل جحدوا واستهزأوا بفضل الله عليهم ودعوا على أنفسهم فكانوا لأنفسهم ظالمين تغيرت الأرض وتبدلت ولم يبق منها شيء مما كانت عليه هكذا يغير الله الأحوال ويبدلها تبديلا هكذا أراد الله أن يبين لنا في كتابه العزيز جزاء من يقفر بنعمة الله وينسى فضل الله عليه فوردت هذه القصة حتى يكون للناس في قوم سبأ عظة وعبرة يعتبرون بها إلى يوم الدين اللهم لك الحمد على ما عطيت إنها النفس تلك النفس التي إن تركنا لها العنان ستفعل بنا الأفاعيل وللإمام علي كرم الله وجهه في هذا الشأن قول عجيب وماذا قال الإمام علي يا جدي؟ يقول الإمام النفس كداب إن ركبتها حملتك وإن ركبتك قتلتك وهذا قول شاف يعلمنا الإمام فيه بأن تلجيم النفس وعدم الإصراف في الرخاء والنعم يهذبها ويصلح من أحوالها وأما إن تركناها لأهوائها أوردتنا المهالك بسم الله الرحمن الرحيم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور